الواحج الجامش القديمة واكتشاف الحقيقة المزهلة حول بنات الأهرامات وحضارة الفراعنة من بنى الأهرامات المصرية؟ الواحج الجامش تكشف الحقيقة الفراعنة ليسوا بنات الأهرامات هناك من ادعى أن يليهود هم بنات الأهرامات وهناك من ادعى أن الجن هم بنات الأهرامات وهناك من قال الفضائيين بل أن البعض ذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى هو من بنى الأهرامات المصرية مع بناء الأرض تفسيرات وتحليلات تظهر هنا وهناك لكن الغريب ألوح أسرية تكتشف في العراق يعود تاريخها لألف عام قبل عصر الأسرات أو ما يسمى بالعصر الفرعوني في مصر بيتحدث عن نشأة الأهرامات وعن بناء الأهرامات وعن شعب الأهرامات وعن مدينة التي بنى فيها الأهرامات المصرية الأهرامات المصرية بتتكلم عن كل شيء تخص الأهرامات قبل أساسا ما يتواجد الفرعينة بألف عام مين يقدر يفسر إزاي أن في ألوح أسرية قبل عصر الفرعينة بتتكلم عن الأهرامات وبتتكلم عنها كأنها تاريخ قديم يعني مش بيتكلم عن الأهرامات بصفتها اتبنت في المستقبل وإن فيه ناس هيجوا يبنوا الأهرامات لا ده بتتكلم عن الأهرامات كأنها تاريخ قديم تعالوا نتخيل مع بعض الترتيب الزمني تظهر ألوح تكتب في الحضارة السمرية في عام 5000 قبل الميلاد الفراعانة نفسهم أو عصر الأسراط أو ما يسمى بالملك ميناء موحد الكترين في مصر بيبني أو بيبدأ يبني العصر الفراعاني في مصر عام 3500 فرا ألف قبل وجود ميناء قبل ما يتخلق ميناء قبل ما يبقى في وجود أساساً لحد اسمه الملك ميناء على وجه الأرض بتيجي ألوح أسرية بتقول إن الأهرامات كانت موجودة وبتحكي تفاصيل كتيرة هنحكيها في الحلقة النهاردة وبتتكلم عن الأهرامات كأنها تاريخ حقيقي يبقى إزاي ده حصل علماء وكبار وأسريين حول العالم زي روبرت بوفال جراهام هانكوك روبرت تشوخ مايكل سارون أندور كلينز جون ميتشيل روندال كارسون روبرت تيمبل كريستون دين ترسي إدين إيمانويل فريكو فاسكر وغيرهم الكثير وكثير من العلماء قد ضموا دلائل كثيرة جداً متأكد إن في حضارة عظيمة متطورة سكنت مصر قبل وبعد الطفان وإن أصحابها كانوا عمالقة وإن هم امتلكوا تكنولوجيا متطورة جداً وعلوم لممتلكها أحد من البشر الغريب إن كل الأمور دي اتذكرت في المخطوطات والأصار والكتابات اللي تم اكتشافها في مصر وكل أنحاء العالم ذكرت إن الأهرامات وبنات الأهرامات كانوا قبل عصر الفراعينة وذكرت كمان أصفهم وأسماءهم وطريقة معاشيتهم ومدينتهم وملوكهم وذكرت الأسباب الحقيقية اللي تبنت بسببها الأهرامات وطبعاً مش السبب الوهمي اللي دخلوه في عقلنا على مدار عشرات السنين إن المبنى الضخم الأعجازي اللي هو الأهرامات كانت مجرد مقابر لملوك العصور الفراعينة موضوع مضحك فعلاً لكن بالناء الناس كتير في زماننا ده بيدفع عنه باستماتة وبيتهمهم أي حد يتكلم في الحقيقة بإنه هو عدو للحضارة الفراعينية أو عدو للحضارة المصرية القديمة أو حتى عدو المصر وكل ده طبعاً لأنه هم تستخد في عقلهم على مدار عشرات السنين فكرة محددة مع العلم إنهم لو يجعوا للفكرة اللي تستخد في عقلهم دي وسألوا نفسهم عشرات الأسئلة اللي لم يجدوا لها إجابة لو وحظوا على الانترنت لن يجدوا لها إجابة لو سألوا علماء الأسار اللي هم دخلوا في عقلهم الأفكار دي لن يجدوا لها إجابة لما بيجي حد يتكلم ويقول لهم الإجابات الصحيحة بالدلائل والوصائق والبراهين بيكذبوا وبيقولوا عليه كل أنواع الاتهامات هنذكر لكم النهاردة الوهج الجامش قالت إيه عن الأهرامات وإزاي ذكرت الأهرامات لكن قبل ما نتكلم عن الوهج الجامش والأسرار العجيبة اللي تكلمت فيها عن الأهرامات هنقول الأول الأحداث أو النظريات المطروحة حول العالم عن الطريقة اللي تبنت بها الأهرامات ومين بنا الأهرامات لأنني مش هنقدر نفهم الحقيقة إلا لما نشوف التزيف كان بيقول إيه أو منطقهم بيكلم عن إيه بناء الأهرامات عمل غريب جدا بيحيد به الغموض من كل جانب كل إنسان مننا داخله هاجز بيقول إن فيه شيء غير طبيعي حول بناء هذا الهرام العملاق واستحال إنه يشاهد هذا البناء من قبل بشر طبيعيين مستخدمين في ذلك أدوات خشبية وأزميل وشاكوش والكلام الفارغ اللي هم بيروه لنا كل شوية فهل كان فعلا الفراعينة لصوص حضارة كما اتعى الدكتور محمد سمير عطى في البحث اللي قدمه بعنوان الفراعينة لصوص حضارة بحث جبار هنتكلم فيه الحلقة دي والحلقات القادمة وإزاي الدكتور محمد سمير عطى بيثبت بالدليل المؤكد إن الفراعينة ليسوا هم بنات الأهرامات حتى يومنا هذا يعد أضخم بناء إنساني على الإطلاق يمكننا بأحجار الأهرامات إذا تم تفكيكها وترصيصها بجانب بعضها البعض إن إحنا نقدر نقيم صور حول الفكرة الأرضية بأكمالها من عند خط الاستواء تخيلوا الهرم الأكبر هو اللغز الوحيد اللي عجز البشر عن تفسيره حتى الآن لكن خرجت علينا خمس نظريات بتفسر من هم بنات الأهرامات وكلها شديدت الضلال وأولهم إن بنات الأهرامات المصرية هم الفراعينة لكن ده مستحيل من حيث المنطق يستحيل بأي حال من الأحوال أن يبني الفراعينة الأهرامات المصرية مستخدمين في ذلك الأخشاب لتقطيع الحجارة الكبيرة والعلم أثبت إن ده مستحيل قطعا وليس هذا فقط ولكن كيف استطاعوا نقلها مئات الكيلومترات والأصعب من هذا كيف ارتفعت إلى ارتفاعات الشاهقة اللي بتصل إلى 148 متر فأقصر إزاي قدر الفراعينة إنهم يبنوا الأهرامات المصرية مستخدمين في ذلك الأخشاب والأزميل والشاكوش لتقطيع الحجارة الكبيرة أجزام الفراعينة لا تزيد عن أهجام الحالية بأي شكل من الأشكال أما من حيث المصداقية فتنعدم نهائيا في تاريخ الفراعينة اللي دونوا بأنفسهم أول حاجة بعضهم الدعاء الأولاهية من ناحية الحاكم وطبعا الدعاء الأولاهية ويجذب على الله لنصدق تصديقه ثانيا يشتهرون على ماري التاريخ بسرقة أعمال بعضهم البعض وأعمال من كانوا قبلهم حيث تبين أن الكثير من الحكام عند بدء تنصيبهم حكاما كانوا يأمرون بإزالة النقوش من جدران الأبنية المختلفة لتدوين نقوش جديدة ده الحكم الكية تلك الأبنية له ثبت تاريخيا وده هنجيب لكم في الحلقات القادمة بالتفصيل الدقيق أن الفراعينة أو ملوك الفراعونيين أو ما ذكر تاريخيا بهذا الإسم أنهم كانوا بيزولوا كل النقوش اللي كانت بتثبت ملكية هذا الأثر لشخص ما أو لملك ما سواء قبلهم أو في التاريخ القديم وكانوا بيكتبوا تاريخ جديد بيدون على المثالات الأهرامات التماثيل أي أثار بيوجدوها بيدونوا عليها أساميهم ويجي الملك اللي بعد منهم بيمسح هذه النقوشات ويبدأ بنقش اسمه واسم الملوك اللي بعده وأبناءه وعائلته وهكذا اللي كشف هذا الأمر أنهم عملوها في بعضهم البعض يعني هم كشفوا بعضهم البعض وده هنسبت لكم في الحلقات القادمة إن شاء الله أن الفراعينة نفسهم كانوا بيمسحوا أثار من كان قبلهم من الفراعينة أو من ملوك الفراعينة وبيبدأوا يضعوا أساميهم ويجي اللي بعدهم يمسح أساميهم ويحطوا اسمه وهكذا وهكذا فإزاي تقدروا تضمنوا أن هذه النقوش أو هذه الأسماء اللي بتجد على كل الأثار الموجودة في مصر حاليا ترجع إلى هؤلاء الحكام أو الملوك العلماء استخدموا الكربون 14 المعياري لتحديد عمر المميات لأنهم لا يستقوا في التاريخ الفراعوني بأكمله تخيلوا أن العلماء لما بيجوا حاليا في العصر الحديث يشوفوا أو يكتشفوا ممياء أو يكتشفوا أي شيء رغم أنه بيكون مدون عليها التاريخ ومدون عليها الأسماء لأن العلماء بيستخدموا الكربون 14 المعياري عشان يتأكدوا من الكلام المكتوب ده لأنهم اكتشفوا زيف كثير من المعلمات المدونة حول الأثار المصرية القديمة أما بالنسبة لأن وجود مقابر فراعونية حول الأرامات فهذا لا يعني مطلقا أنها تعود لبانيها فمثلا لو أنا دلوقتي وجدت مقابر لبعض الناس حول برج إيفل هل ده معناه أن المقابر دي لعمال اللي بانوا برج إيفل بالإضافة أن إحنا هنجيب لكم الحلقات القديمة وبعض القديمة صور بالأكمار الصناعية لعمالقة أو مقابر عمالقة مطفونة حول الهرام الأكبر أو منطقة الأرامات المصرية السلاسة اللي هما بيسموها منطقة الأهرام اللي هي في الجيزة هنجيب لكم صور بالأكمار الصناعية لا تبس في الأعلام طبعا الصور اللي في جميع وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي المقابر للبشر الصغيرين اللي هي في أحجامها اللي هما من عصر الفرعوني اللي هما بيقولوا أنهما دول بنات الأرامات لكن دول طبعا ليسوا بنات الأهرامات واللي أنت تقدروا تبحثوا طبعا عنها بنفسكم وتشوفوا إزاي مقابر الملوك العمالقة الحاقريين بنات الأهرامات موجودة حول الأهرامات المصرية ولا يرشفوا عنها رغم وضوحها تماما لأن هي مقابر فلا يوجد أي مميات تم اكتشافها داخل الأهرامات الثلاثة تخيلوا أنهما بيقولوا أن هذا الصرح العظيم كان مكبرة لملوك الفرعنة ولم يجدوا فيها مميات لملك واحد من ملوك الفرعنة كله كذب في كذب طب النظرية التانية بتقول إيه أن اليهود هما بنات الأهرامات شيء مضحك وشيء مسير للصرخية أجمع العلماء حول العالم أن الأهرامات بنية قبل وجود إسرائيل ما بين اليهود بفترة طويلة من الزمن وأن اليهود ادعوا هذا الأمر لأسباب سياسية طبعا اليهود قالوا أن إحنا بنات الأهرامات وأن الملوك المصريين في الفترة الفرعنية وده حصل وهنقل لكم أسبابه التاريخية الحقيقية في وقته وإيه سبب الخلاف بين الشعب المصري وبني إسرائيل في وقته الأسباب اللي محدش بيقولها واللي ممكن تسبب لنا بعض المشاكل لو قلناها عشان كده الأهرامات تاريخيا أثبت أنهم طبعا اليهود قالوا أن الملوك فرعنة كانوا بيستخدموه كعبيد وأنهم أكبرهم يبنوا الهرام من باب الإزلال وده طبعا كلام فارغ لأنه معروف أن أي شعب أو أي جزء من شعب بيعمل شيء وهو كره له بيفشل مش بيطلع بهذا الإعجاز ده غير أن كل الدلائل والإثبتات اللي العلماء اكتشفوها بتأكد أن الأهرامات وبالهول تم بناءهم قبل وجود أو خلق إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام النبي أو مؤسس بني إسرائيل بألاف السنين النظرية التالتة بتقول أن الجن المسخر لنبي الله سليمان هو اللي بنى الأهرامات طبعا النظرية سخيفة جدا لأن لا يعقل أن نبي عظيم زي نبي الله سليمان يسخر الجن لبناء شيء لا يفيد العقيدة أو الدين في شيء يعني سيدنا سليمان هيبن الأهرامات ليه؟ الشيء الثاني أن الأهرامات بنيت قبل عصر سيدنا سليمان برضو زي ما قلنا بعشرات ألاف السنين السبب الثالث أن الجن نفسهم غير قادرين على بناء هذه الأهرامات وإلا كان من باب أولى أنهم يبنوها في الحضارة بتاعتهم اللي كانت قبل نزول البشر على الأرض حتى الجن نفسهم عاجزين عن بناء مثل هذا البناء الأسطوري أو المعجزة اللي هي الأهرامات أو الهرم الأكبر بالذات النظرية رابعة بتقول أن روزات كواكب أخرى هم بنات الأهرامات وده نظرية متحقة لأن أساسا لم يثبت أو ليوجد دليل على وجود فضائيين أو وجود سكان كواكب أخرى لم نراهم ولم نسمعهم ولا يوجد أي دليل على وجودهم ثم في النهاية نجيب أكبر سر على وجه الأرض وننسبه لكائنات لم يثبت وجودها حتى وبعد كده أبدأ أنسب هذا الأسر العظيم لهؤلاء الفضائيين لكن لا يوجد أساسا فضائيين خيال لم يذكر لا في كتاب دين ولا في الأسر القديم ولا أي شيء ورغم كده بتنسب هذا الأسر العظيم لهم ده طبعا فراغ عقلي وفراغ في العلم وعدم قدرة على البحث عن الحقيقة كل الأسباب دي يا جماعة هما بيقولوها عشان يوهموا أو يتوهوك عن الحقيقة اللي لو أثبتت في تقريبا أغلب سكان الأرض هيدخولوا في الإسلام لكن هما علشان كده بيتوهوك كل شوية بنظرية جديدة النظرية الخامسة بتقول إيه إن الله هو من بنى الأهرامات في طائفة من الناس مركزهم في الولايات المتحدة الأمريكية بتقول إن الله أقام تلك الأهرامات لتقام حولها تقوص العبادة يعني من الآخر زي في نظرهم طبعا إن الأهرامات دي زي مكة والمدينة والقدس والأماكن العبادة المشهورة عند المسلمين واليهود والمسيحيين وباقي الأديان اللي في الأرض كل واحد عنده مركز عبادة بيظن إن هذا المكان هو الذي بنى الله على الأرض وهما بيؤمنوا لله سبحانه وتعالى هو اللي بنى الأهرامات ولتكون مركز عبادة له طبعا الموضوع ده خاص فعلا وحقيق لكن مش الله سبحانه وتعالى اللي بنى الأهرامات عشان محدش يفهمني غلط الديانة دي موجودة حقيقة على وجه الأرض وعاوز أقول لكم إن في منها ناس بتحكم العالم الناس اللي بتحكم العالم بتؤمن إن الأهرامات دي هي مركز العبادة وهنهلكم في وقتها الدين ده إيه؟ أو مين اللي هما بيعتقدوا إن هو بنى الأهرام الأكبر ومين اللي هما بيقصدوه؟ الواحج الجامش اللي كتبت 150 قبل الميلاد واللي كتبت قبل ظهور زي ما قلنا عصر الفراعينة بألف عام بتوصف الأهرامات واصف دقير جدا بتتكلم عن الأهرامات وشعب الأهرامات بشكل غريب لا يوجد أي تخيله إن مصر نفسها لا يوجد فيها مخطوطة أسرية أو بردية أو حجر أو أي نقش أو جدار بيقول أو بيفصف لنا شعب بنات الأهرامات أو بيفصف لنا فترة بناء الأهرامات أو بيوصف لنا أي شيء خالص تخيله هو موجود طبعا بس هما دفنوها أو خبوها عشان تظهر لنا في العراق الواحج الجامش اللي بتوصف لنا بنات الأهرامات وصف دقيق جدا يطرق الواحج الجامش ذكرت بنات الأهرامات وقالت إيه في تلك الأيام كانت أراضي الموتى مكانا للظلام كان الموتى محكوم عليهم بالتجول بلا هدف إلى الأبد ولكن كانت هناك مجموعة واحدة من الناس لم يسمح لهم بدخول أراضي الموتى هم بنات الأهرامات لك كانت بناء الأهرام جنسا من العمالقة الذين لعنتهم الآلهة فاضطروا إلى بناء الأهرامات كعقاب على خطاياهم التقيت بإمرأة تدعى سيدوري كانت حارسة حانة تعيش على حفة البحر أغبرتني سيدوري العديد من القصص لكن أكثر ما أتذكره هو قصة بنات الهرام قالت أن الهرام أو بنات الهرام هم جنس من الرجال الذين حاولوا بناء برج للوصول والعودة إلى الجنة غضب الآلهة من هذا ودمروا هذا البرج ثم لعن بنات الأهرام لبناء الأهرامات إلى الأبد ثم ذكرت الوح جلجامش في اللوح الحادي عشر يسافر جلجامش إلى أرض دلمون حيصل تقري بمجموعة من الأشخاص الذين يوصفون بأنهم بنات الأهرامات ويقال أن هؤلاء الأشخاص هم حرفيون مهرون قادرون على بناء هياكل بارتفاع السماء رأيت أرض دلمون المكان الذي تشرك فيه الشمس رأيت بنات الأهرامات الناس الذين يبنون بارتفاع السماء أما في اللوح الثاني عشر فذكرت ألواح جلجامش وبتقول يصادف جلجامش مجموعة من الناس يقال أنهم من نسل بنات الأهرام يوصف هؤلاء الأشخاص بأنهم أقوياء وأصحاء ويقال أنهم أفضل بناة في العالم لكن كانوا شعبا ماهرون قاموا ببناء هياكلهم بعناية فائقة استخدموا أجود المواد وعملوا بدقة كبيرة كانت مبانيهم قوية وجميلة صمدت لآلاف السنين أزهلتني مهارة بناة الأهرامات لم أرقدت أي شيء مثل عملهم من قبل سألتهم كيف تمكنوا من بناء مثل هذه الهياكل العالية والمسيرة للإعجاب قالوا لي أن الآلهة علمتهم ومنحتهم المهارة والمعرفة التي يحتاجونها لبناء الأهرامات لقد تأثرت بتواضع بناة أهرامات لما يتباهوا بمهارتهم لم يزعموا أنهم الأفضل من أي شخص آخر في العالم قالوا بساطة أنهم كانوا يفعلون ما تم تعليمهم القيام به كانوا فخرون بعملهم لكنهم لم يكنوا متعجرفين لقد تعلمت الكثير من بناة الأهرامات تعلمت أنهم من الممكن تحقيق أشياء عظيمة إذا كنتوا على استعداد للعمل الجد وإذا كنتوا على استعداد للتعلم من الآخرين تعلمت أيضا أنهم من المهم أن تكون متواضعا حتى عندما تحقيق أشياء عظيمة رأيت أرض دلمون حيث تشرق الشمس رأيت بناة الأهرامات الأشخاص الذين يبنون على ارتفاع يصل إلى السماء كانوا شعب طويل ورسيم كانوا أفضل بناء في العالم بنوا الأهرامات بمهارة وضقة كبيرين استخدموا كتل حجرية ضخمة رفعوها إلى مكانها بالحبال والبقرات لقد عملوا بجد لقد كانوا سعداء بعملهم كانوا يعملون إنهم كانوا يبنون شيئا قد يستمر لقرون أو لألاف السنين كانت أرض دلمون أرضا أسطرية بالسلام والإزدهار كي لأنها تقع في الخليج الفريسي وكانت مرتبطة في كثير من الأحيان بجند عدن كي لأن جند دلمون تنعم بهم الآلهة كي لأنهم يعيشون حياة طويلة وسعيدة كان بنات الأهرامات أناس حقيقيين لكنهم غالبا مرتبطون بأرض دلمون الأسطرية هذا لأنهم كانوا مثل هؤلاء الحرفيين المهرة ولأنهم بنوا مثل هذه الهياكل الرائعة كانت الأهرامات شهيدا على مهارة وإبداع البناة وكانت مصدر فخر لشعب بلاد ما بين النهرين كانت الهياكل التي بنوها صلبة وطويلة الأمد ولا تزال قائمة حتى اليوم طبعا يقصد التاريخ اللي كتبت فيه الألواح لقد تأثرت بمهارات وقدرات أهل دلمون كانوا شعبا رائعا قدموا مساهمة كبيرة للعالم لقد صمد عملهم أمام اختبار الزمن وهذا دليل على مهاراتهم وتفانيهم المقطوع اللي فاتت دي بتؤكد من ألواح جلجامش سواء اللوح العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر إن جلجامش هو اللي بيحكي اللي كتبوا ألواح جلجامش بيحكوا عن جلجامش اللي كان بيصبت بعدة ألاف من السنين وجلجامش في القصة بيحكي عن أحفاد بنات الأهرامات اللي كانوا موجودين في زمنه وأنه بيحكي عن أن الأهرامات صمد لغاية وقت رجوده ألاف السنين قبلت منه ده كل ده بيؤكد أن الأهرامات بنيت في الزمن الأول في زمن حضارة أطلنطس أو الحضارة المصرية قبل الطوفان أي حد هينكر ويقول لي ألواح جلجامش ألواح أسطورية وبتقول أي كلام هقوله أن ألواح جلجامش لم تتحدث عن الأهرامات بصفتها مستقبل أو بصفتها نبوءة تتكلم عن الأهرامات بصفتها تاريخ بالنسبة ليها لم يكن هناك وجود للفراعنة للي بيكلم في التاريخ وعاوز إثبتات وعاوز حقائق الواحج الجامش كتبك قبل وجود الفراعنة تخيل دلوقتي إزاي أثبت أن الفيديو ده بتاعي وأن أنا الملك الأصلي له ببساطة تاريخ نشر الفيديو قبل تاريخ نشر أي أحد آخر لهذا الفيديو أصبح الفيديو ملكي مش محتاج كلام لكن في حد تاني نشر الفيديو قابلي وبعدين جيت أنا نشرت الفيديو بعد منه تلقائياً أي حد فيكو هيقول لي ده الفيديو ده بتاع فلان أو علان وإنت مش بتملكه مش معقول يعني هيكون جيل جامش ده أو اللي كتبوا الواحج الجامش سفروا بالزمن وشافوا للفراعنة هيعملوه ويجعوا يحكوه عنه حتى لو عملوا كده لأنه هيجعوا يحكوا عنه بصفة مستقبل من مصلحتهم إيه إنه هما يزيفوا حاجة وبتؤكد لنا إن الواحج الجامش هي الأصدق وهي الأحق وبالنسبة إنها بتتكلم عن أهل دلمون دي هنذكرها لكم في حلقة بإذن الله إن هي مكانها البحرين دلوقتي اللي هي جنة عدن الأصل اللي كان فيها سيدنا آدم وستنا حواء أو أمنا حواء زي ما اتفقنا إنه كان فيه أراضي صفلية وأراضي علوية هو طبعاً الواحج الجامش بتحكي عن رحل الجامش اللي هي كانت بعد الطفان وهو بيكلم إنه هو تقابل في مدينة دلمون أو حضارة دلمون لأنها حضارة عظيمة جداً اتبنت هناك وهنذكرها لكم بالتفصيل قابل هناك أحفاد بنات الأهرامات وهم حقوا له عن اللي أجددهم عملوه عشان يبنوا الأهرامات وعشان يفتخروا بهذا الأمر في بلادنا بين النهرين يبقى هنا أحفاد بنات الأهرامات ذهبوا اللي سكن في المنطقة دي البعض هيقول لي طيب اللي خلاهم سابوا مصر هما لم يتركوا مصر يمكانوا عمالقة فكانت المنطقة دي كلها سواء الأراضي العليا زي ما قلنا في الحلقات السابقة والأراضي الصفلة الاراضي العالية اللي هي كانت بتمثل مدينة بابل او منطقة دلمون او منطقة بلاد ما بين النهرين او العراق حاليا والاراضي السفلة اللي هي كانت بتمثل مصر طبعا اليمن كان فيها قبيل او القلة القليلة اللي تبقت معهم وهنبقى نحكي لكم قصته بعدين كانت المناطق دي بتتنقل بينهم على انهم بلد واحدة اراضي واحدة في بعض الطفان لما حصل التقسيم طبعا بين اللي رقبوا السفينة مع سيدنا نوح وابناؤه السلاسة اللي هما سام وحام ويافس حصل التقسيم في احفاد بنات الاهرامات كانوا عاشوا في دلمون قابلوا مناك وجلجامش وجلجامش حكر القصة اللي احنا قلناها من شوية واللي كتبوا الواح جلجامش ذكروا القصة بالتفصيل وذكروا الاهرامات وذكروا شعب بنات الاهرامات وطبعا قالوا لنا انهم كانوا عمالقة وده يفسر لنا بما لا يدع مجال الشك سهولة بناء الاهرامات بالنسبة لهؤلاء العمالقة لكن تريد قول واحد طوله متر وثمانية سنتي أو طوله اثنين متر على اقصى تقدير شال حجر وزنه من اثنين ونص طن لعاشر طن ورفعه لهذا الارتفاع الشاهق وكسره بشاكوش وازمير لا طبعا انا لو هنصدق ان في عملاقة خطة طوله تلاتين لاربعين متر وماسك شاكوش وازمير طبعا هيكون بالنسبة لحجمه الشاكوش والازمير بالنسبة لحجم هذا العملاق هنصدق ان العملاق انه يكسر ويعمل وينحط حجارة الهرم ويرفعها ببقرة او يرفعها بحبال بالنسبة له شيء سهل لكن تجي تقول لبشر زينا في حجمنا بنوا الاهرامات وتقول لنفس التفاصيل انهم استخدموا الحبال والبقرات والازمير والشاكوش وهم بشر زينا كلام فارغ واللي بيأكد لنا نفس الكلام ان الفراعينة انفسهم او ملوك الفراعينة بيحكوا عن عملاقة وسموهم في النصوص اللي عندهم او نصوص الاهرام او مطون الاهرام سموهم ووصفوهم كأنهم اعداء كانوا بيشوهوا صرورتهم دايما كانوا بيشتموا فيهم دايما في النصوص بتاعتهم كانوا بيصوروهم على انهم اعداء للدولة المصرية يعني لو قلنا الفراعينة كانت اطولهم ما بين اتنين متر الربع إلى اتنين متر زينا فاللي كانوا موجودين من الحسيين أو اللي كانوا موجودين في القدس لكن عمالقة لازم تكون أطولهم بتزيد عن خمستاشر إلى عشرين متر الفراعانة ذكروهم وسبوا فيهم كتير أو قالوا عنهم أسوأ الكلام وأسوأ الصفات طب يا ترى النصوص الفراعونية قالت إيه عن الناس دول في النصوص الأعدام وهي سلسلة من العالم مكتوبة على تمثيل فخرية ضفنت أو حفرت أو القيت في الأنهار دي كانت بتهدف إلى الحاق الأزى بهم ذكرت الأعنق في العديد من نصوص الأعدام ووصفت بأنها ذات مكان عظيمة وشرسة زي أعمال بتاعت اليومين دول بيقولك حد يجيب عروسة ويكتب عليها تلاصم ويرميها في النهر أو يضعها في حفرة عشان يسحر أو زي الشخص اللي هو عاوز اللي عمل له التمثال ده أو الصورة دي فالفراعانة طبعا كانوا بيعملوا نفس القصة فرجدوا بعض التمثيل اللي قتبت بها على بعضها بعض الكلمات المقصود بها أزى أو شر لهؤلاء اللي اتعامل لهم التمثيل والفراعانة ذكروهم في نصوص الأعدام بأن هما كانوا شارسين الوجه وكانوا أقوياء جدا طب في كتاب الموتى وده عبارة عن مجموعة من نصوص الجنائزية اللي استخدمها المصريين القدماء لمساعدة المتوفي على الإبحار في الحياة الآخرة في أحد أقسام كتاب الموتى بيطلب من المتوفي أنه يطلب تعويزة تنص التعويزة على أن الآن عنك اللي يتمكن من نؤية المتوفي أو سماعه ونتوكن من كتاب الموتى اللي هو عبارة عن نصوص جنائزية كانوا بيعلموا المصريين في الزمن الفراعاني أنه هو يحفظ بعض الجمل كده أو اللي هما بيسموها آيات عندهم أنه لو ذكرها قبل ما يموت أو فرد ليذكرها كتير بعد ما يموت هيموروا من الآية عنك اللي هي العمالقة اللي كانوا عايشين على الأرض واللي هما أعداء الفراعانة واللي هما تنقلوا طبعا إلى الحياة الأخرى وأصبحوا بيقفوا في الطريق ما بين الطريق الميت وطريق إلى الحياة الآخرة طبعا كانوا بيصوروهم بأبشع الصور بالنسبة لنصوص الأهرام وهي برضو مجموعة نصوص جنائزية كانت منقوشة على جدران الأهرام في الدولة القديمة في أحد أقسام نصوص الأهرام صبر أن المتوفي بيتعامل على أنه عملاق كبير أن المصريين الكداماء اعتقدوا أن المتوفي يمكن أن يصبح عملاق في الآخرة ومن المهم ملاحظة أن الآية عنق لم يرد ذكره في جميع النصوص الفراعونية ومع ذلك فإن الإشارات إليها في النصوص الأعدام وكتاب الموتى ونصوص الأهرام تشير أنهم لم يؤمنوا بوجود العملكة في أزمان سابقة التفاصيل بقى له ذكرت حول الآية عنق كان الفراعنة بيصورهم على أنهم محاربين موجودين في الصحراء ينحدرون من الآلهة أنصاف بشر وأنصاف آلهة أكوياء وأسكياء للغاية يتم تصورهم على أنهم قادرين على هزيمة البشر العاديين في المعارك لا أحد في العالم يعرف ما هو سبب حتى الآن وراه هذا العداء الغريب وغير المفاق ما بين الفراعنة وهؤلاء العملكة اللي كانوا في الزمن اللي بيسبق رغم أن الفراعنة لم يذكروا أي شيء عن هذا العدو اللي هم ذكروا باستمرار على أنه عدو لكن لم يذكروا أي معارك أو أي مشاكل أي مكان اشتبقوا فيه لماذا كانوا يكلون لهم الشتائم بلا سبب ومن هم العملكة دول اللي هم لم يكن لهم موجود في زمن الفراعنة ورغم كده الفراعنة كانوا يكلون لهم الشتائم والسباب ده معناه أن المصريين القدماء الحكام والكهنة كانوا بيشوهوا صورة العملكة حتى لا يصدق المصريون أن تلك الحضارة المهولة اللي موجودة في أيديهم تعود لهؤلاء العملكة كانوا بيشوههم على أنهم مجموعة غامضة من الناس لنعرف عنهم شيء لكن أكدت النصوص الفراعنية أنهم كانوا جزء مهم من حضارة المصرية القديمة وده منحوط على جدران المعابط وعلى التماثيل زي ما انتم شايفين كده أحجام عملكة وجنبهم أحجام بشر عاديين زي ما انتم شايفين في الصورة قدامكم أحجام لعملكة أجسام عملكة وفيه ناس بتقولك لا ده الأب وده الإبن هو الفرق بين الأب والإبن هذا الحجم أو الحجم الرهيب ولو بصن للتماثيل الزغيرة اللي جنب التماثيل الكبيرة هنلاقيها لأشخاص برغين ليس صور أطفال أو تماثيل لأطفال ده بيبين أنهم كانوا مؤمنين تماما أن كان فيه عملكة وأن ده أحجامهم بالنسبة لأحجام هؤلاء لعملكة طبعا ده الجزء الأول اللي تكلمنا فيه أو ذكرنا فيه الوحج الجامش قالت إيه عن بناء الأهرامات في بقية السلسلة القادمة هنذكر لكم حاجات كتير جدا سواء عن سورية بان الأهرام وإزاي بناه والدليل على إنه هو الباني الهرام وهنذكر لكم ونقول لكم الفرق بين العملكة وبين قوم عاد وبين عملكة حضارة أطلنتس قبل الطفان وهنقول لكم مين هم بنات الأهرام الحقيقيين فانتظرونا في الحلقات القادمة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته